بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فاللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجمع بها روح المصلى عليه بالمصلي عليه متعة روحية لا تعادلها أي متعة أخرى لأنها تكون في معية الله عز وجل وفي بيته الحرام لأنها تكون في صلة بالله عز وجل صلاة وطوافا وتسبيحا وتهليلا وتكبيرا حج بيت الله الحرام نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا زيارة البيت الحرام والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم خير الأنام في مقامه الشريف هناك مقاصد روحية تتعلق بحج البيت الحرام بمجرد أن يبشر الإنسان بأنه سيكون من زوار بيت الله الحرام في هذا العام فعليه أن يبدأ الحج من هذه البشارة إذا كان الحج معناه في اللغة القصد فاجعل قصدك دائما ليس البيت وإنما رب البيت ولذلك كان هناك رجل مصري اسمه أبو علي الرذباري المصري هذا الرجل كتب الله له الحج فلما خرج أبو علي الرذباري المصري ليبدأ رحلته إلى حج البيت الحرام وخرج معه أهله ليودعوه كان من بينهم زوجته وهذه الزوجة كانت تبكي بكاء شديد فقيل لها لما تبكي الرجل يذهب لأداء أسمى العبادات لهذه المتعروحية لحج بيت الله الحرام فقالت هذه حسرة من انقطع عن البيت فكيف بحسرة من انقطع عن رب البيت إذن أيها الإنسان الذي بشر بحج بيت الله الحرام ابدأ من لحظة البشارة هذا الحج ماذا تفعل؟ رد المظالم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ولاحظون كلام سيدنا رسول الله رجع من ذنوبه هناك فرق بين الذنب والسيئة الذنب ما كان بينك وبين الله السيئة ما كان بينك وبين خلق الله فكأن الذنوب هي من حقوق الله عز وجل أما السيئات فهي من حقوق العباد ما بينك وبين الله إن شاء الله عز وجل سيغفره لك بنص كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا التزمت الآداب والسلوكيات في هذا الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه ما بينك وبين الله غفره الله لك إذن أنت تريد أيضا أن تكفر عن هذه السيئات فرد المظالم حتى تفتح صفحة جديدة مع الله ومع الناس بعد عودتك من حج بيت الله الحرام ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا إذا خلص المؤمنون من النار يقصل الصراط الصراط مضروب على ظهر جهنم ويصل إلى الجنة فإذا نجى المؤمنون من الصراط يعني جاوزوا هذا الصراط بعد الصراط الجنة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فئة معينة تحبس في قنطرة بين الجنة والنار من هؤلاء الذين بينهم مظالم في الدنيا فيتقاصون مظالم بينهم فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فعلينا أن نفعل ذلك وأن نهذب أنفسنا وأن ننقيها حتى نحقق أهليتنا للجنة فرد المظالم من القيم الروحية في حج بيت الله الحرام أن الحج يقوم على الإجاب والسلم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هذه أمور منهي عنها ما الذي يقابلها وما تفعل من خير يعلمه الله وتزوده فإن خير الزاد التقوى لا رفث الرفث يطلق على الجماع أو على كل مقدمة للجماع فكأن الحج يعلمك العفة في النظرات العفة في الكلمة العفة في السلوك فلا تودع هذه العفة بعد الحج بل عدها أيضا بعد حج بيت الله الحرام لا رفث ولا فسوق وهو المعصية أنت تذهب إلى البيت حتى يغفر لك الذنب فهل يعقل أن تقع في ذنب وأنت هناك ولا جدال لأنك تترك الحياة التي ألفتها تترك حياة تعودت عليها تترك أولادك وأموالك وكل شيء وتقابل إنسانا آخر أيضا ترك حياته التي ألفها فلا تدخل في جدال ولا في ضيق من القول بل عليك أن تتحمل كل ذلك في سبيل الأنس بالله عز وجل من القيم الروحية في حج البيت الحرام أيضا أنك حين تلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لاحظ هنا أنك قدمت الحمد على النعمة مع أن الأصل أن تقدم النعمة على الحمد يعني تأتي النعمة أولا ثم يعقبها الحمد والشكر لكنك في التلبية قدمت الحمد على النعمة لماذا؟ لأن النعمة تمت بالفعل أنت في الحج تحتاج إلى استعداد نفسي تحتاج إلى استعداد بدني تحتاج إلى استعداد مالي أما الاستعداد النفسي فكلنا مهيؤون بفضل الله عز وجل ونحب ونتشوق ونتشوف إلى زيارة البيت الحرام وإلى حج البيت الحرام وأما الاستعداد المالي فهناك تكلفة باهظة للحج أنت تحتاج إلى المال سواء لتكلفة الحج أو ما تتركه لأولادك فمن الذي أعانى على ذلك؟ الاستعداد البناني هناك طواف وهناك سعي وهناك صعود وهناك هبوط وهناك وقوف بعرفة وهناك رمي وأعمال الحج فمن الذي أعانى وأقدرك على هذه الأمور؟ فكأن النعمة تمت بالفعل لذلك من القيم الروحية أنك تقدم الحمد على النعمة من القيم الروحية أنك تلتزم الأدب في كل شيء بعد أن تدخل في ركن الإحرام فبعدما كان مباحا لك أصبح محرما عليك أنك تتأدب مع كل أجناس الكون قيم روحية كثيرة وفيرة في حج بيت الله الحرام نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يرب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم